أم أحمد هي نموذج لكل امرأة سورية قدمت جزءا من روحها بصلابة وإرادة تستطيع أن تلمحها في عينيها وهي وسط عائلتها قلت له خيش بقى أخوك يعني من الصاوب أخوك ما رد علي أول كلمة والتاني والتالتي قلت له يعني اشتشهد الحمد لله فدى الوطن وأنا شقد ما كانت الأيام وعندي أولاد وقدمهم فدى الوطن كلها يعتون والله بيقول لي اشتشهد قلت له ايه بيعودني يا الله بيعودني يا الله رحمة الله عليه وعلى الشهداء جميعون والله يجعل إن شاء الله مسجد جنيه والشهداء جميعون يا رب عطاؤها لم يقف عند هذا الحد فهي كانت داعمة لأبطالنا خلال معاركهم تحاول أن تكون سندا لهم ولو بلقمة كريمة نحنا كنا جاءنا نحصار بوادي الضيف وتحاصرنا أنا ما بعلم أنه يعني السيارات الأكل والشي ما بقى يصلى الجيش يجاني الخبر أنه يعني الجيش ما بقى يصلى يعني ماديات قمت قلت لهم أنا أنا في عندي اللي الله بيقدرني عليه بقدمه روحي بقدمه للجيش اللي كان موجود بوادي الضيف والحمد لله الله عني وقدمت لهم يجي أطبخ لهم وصب لهم اللي يجي لعندي عشي غدي طعمي حممه بدله تيابه والله العظيم عطر لهم تيابهم بعطر وحيات النبي عطر لهم تيابا يقولوا لي شمينا ريحة أمنا وأبونا العساكر وما بسيحوا لي إلا يا يامو أم أحمد تلك المرأة السورية التي تبرق في عينيها صلابة وقوة وإرادة للحياة رغم عطائها في سبيل الوطن إلا أنها لا زالت مثالا للإرادة وروحا مفعمة بالحياة ترجمة نانسي قنقر